عندنا اليمين ثلاث مواضع. موضع اول موضع اوسط موضع اسفل او سفل. اليسار. مع اوسط مع اوسط نفس الويبان باوسط ما او اسفل اوسط نفس الويبان. سوف أستخدم ثلاث أصابع سوف أستخدم ثلاث أصابع السبابة سوف تكون على بومونف سوف يكون على بومونف بعد منها تحت عظمة ستيلويد تحت منها مباشرة سوف يكون الأصبع الأوسط فإنما أستخدم ثلاث أصابع وضع أصابع سبب الخاتم السبابة سوف يكون الأساس السبابة سوف تكون الأصابع سوف تقوم بتانك الأزمان سوف تقوم بتانك الأساس الأصبع الأوسط هكذا ثم الجانب الخارجي نضع السبابة والجانب الداخلي نضع أصبع الخاتم ونضع الأنين في عندي هون باليمين في عندي السبابة هون الرئتين والكولون الرئتين والكولون وبعدها في عندي شوفي عندي طحال ومعدة رات واخر شي شوفي عندي الكلة هلأ باليد اليسار في عندي أول شي في عندي هون القلب ومعدة ومعدة دقيقة إذن في عندي هون شوفي عندي هون شوفي عندي هون قلب مع دقيقة هنا رئتين وكولون هنا وغلا الموضع الآن بالأصبع الثاني هنا في عندي الموضع هذا الكبد المرارة باليمين باليسار باليمين في عندي الطحال والمعدة وعلى الان هناك الهاتف ومثانا مواضح الثاني اخر شيء يجب علينا الكلاه ولكلاه وب اليسار هناك الكلاه ومثانا في المثانا الى الثاني وعلى الهاتف ومثانا نعم؟ هكذا نعم؟ أول شيء نعمل ضغط سطح الأول ما قاله نعمل بحثة من هذا الطريق طريق على الشخص ستجلط على الشخص نعمل بحثة ونقرسة طريق هناك اشعر نعمل بحثة على مكان اشعر يشعر لابد من السخص إنه لم تoxen إضافة لعدة لأسفل هل لديها العرضان هل لديها أجل إضافة هل لديها أجل سوريا لديها آثماتيك هم لديها آثماتيك هناك أيضا وضح هنا هناك فجأة بشكل بالرئاتين هناك واضح لن يوجد لنا أنه وضعي لكن أيضا دعيف هل سنعطيكم في البلدتكول الأول هل سنعطيه وهو لنقشي ديفيشنسي لنقشي ديفيشنسي اللي هو آزمة من نوع نوخصان آزمة من نوع نوخصان هيا حكاتلنا هلا شو معها؟ آزمة هلا في عند الرئتين هون الرئتين واضحة سطحي لكن ضعيف ولا تأخذ نفس كثيرا نعم وشو بارد نقصان بارد نقصان لدي بعض نحن على صغير نقصان لا تأخذ بارد من خوى شو برودة شو بدها؟ مقصر مقصر إن شاء الله نعملها بروتوكول إن شاء الله نعملها بروتوكول إن شاء الله طبعا واضح إذن عند النبض هون عرفنه أول شي يعني الشكوى الشكوى عندها آزمة يعني خلل في الرئتين من نوع نقصان أو إيش يسمونه عن المتعامل نعم 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 الآن نعم 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 موين الآن يكون يكون مدينة موينة يكون مدينة لذا يكون مدينة يسمونه يكون مدينة الآن يكون مدينة بأنك اشعره في التحال المعدة وكبرينة ومعارة الآن نقوم بسيطة. نقوم بسيطة. لنبدأ بسيطة. لكن هنا الموضع أو الضغط المتوسط يعني سليبري لذلك هل هنا متزحلق لذلك الضغط المتوسط الضغط المتوسط في المحتاط. ثير من المحتاط الضغط المتوسط الضغط المتوسط نحن الأ brushing على فعرض إذا كنت أحصل إلى الريئتين كأنه يكون هناك مشكلة في الريئتين هنا على نبو دي بوما هذا يجب أن يكون هناك مشكلة على نبو دي بوما بالنسبة لذلك كنا رطوبة ما نسأل هنا عن شو؟ نسأل عن الجهاز الهضمي لكن هناك داعي أن أسأل عن الجهاز الهضمي لأنه واضح عندي هنا الجهاز الهضمي هنا في هذه النقاط شوف عنا العروك اللي هون واضحة وهادي العروك بتدل على ماذا؟ مع البشر أحصل إلى حجم سوق في التغذية لكن تع остановينا كل خلق ما أيضا يا أحصل على مذهل هذه الجهاز تدل على ماذا؟ اسأل السابات اسم هذه الجهاز الذين يؤثر مشكلة وترجعت من هل مذهل Państwo اسم مثل الرغن سوق في التغذية إذن زلك في التغذية مشاكل هضمية والنبض عندنا هنا الرئتين الرئتين واضح عندنا النبض ضعيف أو فابل بالنسبة للموضع السطحي ضعيف حاسس فيه لكن ضعيف جدا ونبوو دلا pression لجر جي أمو فابل وبالنسبة للموضع أو الضغط المتوسط ولا عميكو حاسس فيه لكن زي الفكعة زي الفكعة الرئتين بالنسبة تقريباً، عرفنا وين المشكل؟ نحن نعرف أنه يوجد المشكل ويوجد المشكل هناك في هذا النبض حاسس ما بين زلق عندما أعمل ضغط عميق حاسس بزلق عندما أعمل ضغط متوسط حاسس كأنه مجدود كأنه سلك مجدود زي الوتر العود أو القتار مجدود هذا يدل على ركود في الطاقة ركود في الطاقة خاصة في الكبد هنا استاغنة في الانيرجي في الانيرجي وهذا يؤدي إلى ماذا؟ أحكينا عن هذا الموضوع يؤدي إلى ماذا؟ لا لا يؤدي؟ عندما تكون حرارة ركود في الطاقة الكبد ما يعني؟ ركود في طاقة الكبد ما يعني؟ لا 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 يحدث حرارة ركود في طاقة الكبد عندما يكون حرارة توتر توتر انكسيتي انكسيتي واضح؟ لكن واضح أنه هنا أنه استرس موجود أو الحالة النفسية واضحة أنه من بركاردم بركاردم سيس بيمتد لهن نعم؟ في منطقة بركاردم عندما تكون عنها شرايين أو بيتكون ضاهرة بيتكون داكنة هذا تقول على ماذا؟ بركاردم لأشو؟ otsيس سيس أصوال نعم؟ بالمثال لأننا ما قالت؟ لذلك نعم؟ ما قلت بركارد مقابل؟ من تطسف أبوك؟ عزنا من تطسف الأبوكارد الذي يمشت for أننا؟ من اجد أن تطسف الأبوكارد إبنوثة ما يعني؟ اسم غنبية få منحٍ فلأحد أدوكارد نعم يسترس هل تسف الأبوكارد لا يمشترس الغوء الصدر ممتل الصدر ممتل الصدر ممتل الصدر لكن هنا ممتل منطقة الصدر هذه الظلة يمتل أمت عاطفية نفسية أو يمكن أن تكون صعبة في التنفس أيضا ستكون صعبة أموشية أو أو ستكون ستكون دائما رسولة سنرى دعونا نشوف اللسان بالنسبة للسان دعونا نشوفه اللسان اول شي شفته هين اهلا اضبطه خلاص اول شي اللسان منتفخ منتفخ اللسان منتفخ وعن النبض هنا الزلق اذا مئة بالمئة 100% مشاكل هضمية موضح سوء في التغذية نبض زلق والنبض وعن نبض اللسان متضخم لدي الجهاز الهضم يشوف اللسان تهلك الثاني ماذا نظر له؟ نشوفه بالنسبة للإحمرار أين يقع الإحمراء؟ رأس اللسان هل يمكنك أن تنتهي؟ ثم نرى أين؟ لكن أيضاً ممتد إلى أين؟ ممتد إلى أين؟ إلى الرئة نحن نلاحظ أن هناك شيء معين واضح لدينا في الرئتين لدينا شك هنا ترى الشك الذي هنا؟ نرى أن هناك فسور شك صغير هنا واضحة؟ صح؟ شك الصغير هنا يقع في الرئتين إذن في عندنا هون الرئتين واضحة إذن شكينا في منطقة الصدر أزمة وعننا شك هنا شك هنا شك هنا شك واضح هنا شك هنا دعنا نرى القلب هنا هنا نرى الوضع وفي عندنا حمراء وحمراء طال إلى فوق مثل فقعات الرجار يمت إلى الزنة لكن في عندنا هون شو؟ بنفسجي لون بنفسجي هنا بقعة أو نقطة لون بنفسجي صح؟ نقطة لون بنفسجي شو البنفسجي معناه؟ ستاغنسيون 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة